اشتركوا في القناة وثقت شبكة سوريا لحقوق الإنسان وقوع خمس هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا جميعها وقعت في دمشق وريفها ونفذتها قوات نظام وأوضح تقدير الشبكة أن نظام لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الولايات المتحدة مطار شعيرات العسكري في العراق أفادت مصادر أمنية في محافظة كاركوك أن أحد عشر مقاتلة من البشمرقة سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم لداعش جنوب المحافظة على جانب آخر أعلن الحجد الشعبي السبت قتلى تسعة وإصابة أربعة آخرين من مقاتلي داعش على الشريط الحدودي مع سوريا أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بأحد النوادي بمدينة مالمو الواقع جنوب السويد وقالت صحف محلية أن اثنين من بين الضحايا هما مصابان بجروح خطيرة هذا وسادت حالة من الذعر في صفوف رواد النادي لدى إطلاق النار صادق المجلس الشورى الإيراني على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الباليستي الإيراني وتعزيز النشطات الإقليمية للحرس الثوري وذلك ردا على سياسة المغامرة بحسب وصفهم التي تتبعها الولايات المتحدة وصرح رئيس مجلس الشورى علي لارجاني بأن على واشنطن أن تعرف أن هذا الإجراء ليس إلا خطوة أولى أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطة سفينتها التي تتولى من خلالها إغاثة المهاجرين في البحر المتوسط إترى الحظر الذي فرضته البحرية الليبية على السفن الأجنبية تعد السفينة الأكبر بين سفن منظمات غير الحكومية الناشطة قبالة السواحل الليبية ونقلت حتى نهاية أيار مايو 1500 شخص عقبت وزارة الصحة المصرية ستة مسعفين التقط صور سالفي في موقع مأساة القطرين التي أوقعت 41 قتيلا بالإسكندرية عقبتهم بنقلهم إلى مكان بعيد في البلاط بعد إدانات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في أخبار الرياضة حجزاء السويسري روجر فيدرير المرشح الثاني للقب مقعده في الدور النهائي ببطولة مونتريال كندية لتنس الأساتفة بعد مفاز على الهولندي روبين هاسف في الدور النصف النهائي بمجموعتين دون راد ليكون النهائي السادس له في هذه البطولة شكرا